بالحديث عن ظروف سن الخدمة الوطنية لا بد من الرجوع إلى مرحلة ما بعد الاستقلال حيث أن الجزائر غداية الاستقلال كانت في مواجهة عدة تحديات تحديات مرتبطة بالمحافظة على السيادة الوطنية والاستقلال الوطني وحماية التراب الوطني وتحديات أخرى مرتبطة بأحداث التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد الوطني على هذا الأساس وباعتبار أن المرحلة كانت تتميز بتردي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أنذاك نتيجة مخلفات الحقبة الاستعمارية فتم التفكير في إنشاء نظام أو إطار يسمح بتعبئة المورد البشري وخاصة من فئة الشباب من أجل مواجهة تلك التحديات المتعلقة بالدفاع والتنمية وتجسيداً لذلك تم إصدار الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 16 أفريل 1968 الذي سنى خدمة وطنية إجبارية وتبعاً لذلك تم تجنيد أول دفع الخدمة الوطنية في أفريل من عام 1969 pertعاً لذلك تم تجنيد أول Laurie Püyorum شكرا